تخبط سياسي وصراع محتدم لأكثر من عام للوصول إلى تشكيل الحكومة في العراق في ظل الواقع الاقتصادي المتردي وتراكمات فساد مالي هائل كل ذلك يجعل الوصول إلى صيغة نهائية للموازنة أمرا معقدا تشتبك فيه قضايا عدة من الصعب حسمها في وقت قريب وأمام هذا التأخير في قرار الموازنة تزداد معاناة الموظفين ومنتظرية تعينات الجديدة فضلا عن تصاعد نسب البطالة والفقر في أغلب المحافظات وفي ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وتحليق سعر صرف الدولار أمام الدينار يزداد قلق المواطن من أن تكون موازنة العام المقبل تحمل في طياتها سيناريوهات العام الماضي وتأتي أزمة الخلافات بين بغداد وأربيل لتعقد أمور الموازنة أكثر حيث تطالب حكومة السودان حكومة أربيل بإيداع أموال النفط المستخرج من شمال العراق في الخزينة المركزية وهذا ما ترفضه أربيل حتى هذه اللحظة وبسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة طوال سنة كاملة فإنها بحثت عن تخريجة لإنفاق جزء من الأموال التي تدفقت على البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار النفط وذلك بإقرار ما سمي قانون الأمن الغذائي الذي تم من خلاله تمويل بعض الأنشطة لا سيما في الجوانب الغذائية والصحية العراق ورغم احتياطه المالي الكبير سيسجل رقما قياسيا في عدد السنين التي لم يتم فيها إقرار الموازنة وفي عدد السنوات التي لم يتم فيها إرسال الحسابات الختامية إلى البرلمان لمعرفة كيفية إنفاق الأموال طبقا لأبواب الصرف المعروفة ميزانيات انفجارية سجلتها السنوات السابقة ولم يوجد أثرها في نواحي الإعمار وإصلاح البنية التحتية وسد حاجة جيوش الفقراء الآخذ بالتزايد كل ذلك نتيجة تجذر الفساد في أساسات العملية السياسية وتحوله إلى منهج تسير عليه الحكومات المتعاقبة